شارك وزير الخارجية سامح شكري في جلسة حوارية بعنوان إقليم من الفرص من البحر المتوسط لبحر العرب وذلك خلال أعمال منتدى رئيسنا المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي وفي بيان أشار وزير الخارجية إلى سعي شعوب المنطقة للتكامل مع العالم والدور الذي تلعبه مصر في هذا الشأن بحكم موقعها الاستراتيجي وتنوع علاقتها وشاركتها في مختلف الأطر مستعرضا الجهود التي طلعت بها مصر خلال السنوات الماضية لتعزيز التنمية الاقتصادية كما تطرق لأبرز التحديات التي تواجه العمل المناخي الدولي مشيرا إلى أهمية التحلي بالشفافية والتعاون وتجنب تسييس موضوعات التغير المناخي وأكد شكري على ضرورة استناد عمل المناخ الدولي إلى آخر ما توصل إليه العلم حول التغيرات المناخية من أجل الحفاظ على أهداف اتفاق باريس لخفض معدلات ارتفاع درجات الحرارة العالمية